في مأرب عقدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين مؤتمرا صحفيا بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب تحت شعار إطلاق المخفيين قصريا بوابة السلام خلال المؤتمر أكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض هادي هيج أن موقف الرئاسة والحكومة ثابت بعدم حضور أي مشاورات أو تفاوض إلا بعد إطلاق المخفيين قصريا لدى جماعة الحوثيين وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان وأشار إلى أن الحوثيين لا يحترمون الأعراف الدبلوماسية في الاتفاقات ومستشهدا بحكمهم على 12 مختطفا بالأعدام غير القانوني بعد تبدلهم وخروجهم من السجون أعلنت الحكومة اليمنية رفضها دعوة من مكتب المبعوث الأممي لعقد جولة مفاوضات جديدة مع الحوثيين بشأن ملف الأسرى والمعتقلين والملف الاقتصادي في مصقة نهاية يونيو الجاري وأوضح أحمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن هذا الرفض يأتي احتجاجا على حملة الاختطافات الحوثية لعشرات من موظف الوكالة الأممية والدولية والبعثات الدبلوماسية في صنعاء الوزير طالب بإعطاء أولوية ليقاف حملة الاختطافات وحماية العاملين في مجال الإغاثة وسرعة إطلاق صراح المختطفين وأضاف أن عدد الموظفين الذين تم اختطافهم من قبل الحوثي تجاوز حتى الآن سبعين شخص بينهم خمس نساء ودع جميع المنظمات الدولية في صنعاء لسرعة المغادرة حفاظا على سلامة موظفيها وحماية للنشاط الإغاثي والإنساني مؤكدا أن صنعاء غير آمنة ولا توجد أي ضمانات لحمايتهم ترجمة نانسي قنقر